موسيقى يا هلو يا مرحبا بكم مشاهدينا من يديد بعيدا عن المحتوى الجامد لعلوم الكيميا كما يرى البعض نقدمها اليوم بطريقة مشوقة ومرحة في تجارب تقدم الكثير من الفائدة مع الأستاذ كريم عاطف الروفيسور في العلوم حياك الله صباح خير صباح كريم شكرا بارك الحمد لله عافية شو مجهزنا اليوم أستاذ ما شاء الله تشوف يعني بس نهارا نحن نتكلم عنه ازاي نحافز على المياه وننسي ازاي موضوع شوية ومهم كمه مهم نعم نعم هنزرع شوية بس قبل ما نزرع احب ابتدي دايما قبل ما نخش على اي محتوى يكون علمي احب ابتدي بزي تريك صغيرة ان هتحب بالولاد صغيرين هتحب باي حد بيتفرج على الحلقة نفسها ان هو يكمل ان هو يكمل معنا في الموضوع بفك انا معاي ثلاث كوبات ثلاثة مفهودة انهم مفاضين نعم انا اختار واحدة فيهم واخط فيها مياه تمام زي ما تشايف كده نعم حطيت مياه حطت مياه كمان كمل كمية مش مهم كمية انا بفكرة كلان انا هقولك انا هعمل شوفلنج للكوبات كده وخليك انت تختار انهي كوباية نعم ما ركز ما فضل ركزت احب اتشايف كوباية دي ها حط المياه هنا جميل حلو ركزت كده طبعا بقت هنا في النصف صح حسنا 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 انا بشاف الكوباية كده أستاذ كريم انت مزادت بس كوب واحد صح هي كوب واحد بس اللي فيه مياه انا الاول حطيت مياه في واحد حسنا بعد كده انت وتريم كنت مركز فانا قلتها تانية في كوباية تانية دلوقتي انا واحدة اللي فيها مياه دي اه اوكي اه اوكي كان فيه مادة يعني من الضبط كان فيه كان فيه جوه شايف سلوش خلينا البايل ده برجو مش هدين اتحول الماء اتحول لإيه اه الباودر ملح وشو هاد اه اوكي شايف الباودر ده غريب شو هاد المادة سبحان الله شو هاده المادة دي اسمه ابزوربين باودر المادة بتنتص هي السائل نفسه نعم اوكي فالفكرة كلها ان احنا لما بنستخدم ده هنا ورينك ازان يستخدمه بعد كده بس فكرة كلها الباومبرز مثلا نعم الباومبرز ده اللي هو فتحتناه من جوه هيبقى فيه ابزوربين باودر اه نفس المادة هاده شان البايبي برضو لما زبط كده فاي لكود هو بيطلعه بيجيت ابزوربت بالمادة دي وبيتحول إلى صولد نعم حتى هو مش مبلول نعم صحيح فكرة كلها بقى لو انت استخدمت الموضوع ده لو انت حطيت جيت فتحت ده مثلا اوكي وحطيت مياه هنا نعم مياه ملون اي يعني اي اي مياه حطيت مياه ملونه علشان انت تشوف ادي ايه ادي ايه المياه بتتجيت ابزوربت بالبتمتص بالابزوربين باودر نفسه هادي بس لها يعني ساعة معينة صحيح طبعا ايه ساعة معينة بس هي خمسمائة يعني خمسمائة مره قد الحجم بتاعها اوكي يعني مسلا حطيت شوية قد كده هيتاخد خمسمائة مره قد مرتها ما شاء الله بتجبر حجمها نعم صحيح الفكرة كلان انت تجيب تربة نعم يعني انا عندي هنا شوية سلوش احنا ممكن استخدمه من الكوباية نعم اوكي وبيتباها كمان عادي في السوبر ماركتس الابزوربين باودر دا دلوقتي علشان اه صحيح موجود الفكرة كلان انت لما بتسجع به بدل ما كل يوم بتسجي تحتاج كل يوم ايومين تسجي الزرة نعم بتمره واحدة في الاسبوع والمعادل نموه يزيد الدبل حلو جميل يعني هذا ممكن نستخدمه في الاماكن حتى اللي لا فيها تربة صالحة لزراع أستاذ باكري لا اللي لا فيها تربة ازاي لازم تكون التربة صلحة اه لازم كلها نوع بيحافظ على كمية المياه ما يحصل لهاش او تبخل الشمس حلو حلو وبيتبال دايما محافظ على مش بديل عن التربة لا مش بديل عن التربة ولازم تكون التربة صلحة نعم والله الشغله حلوه هادي انه يعني مرة واحدة في الاسبوع مرة واحدة في الاسبوع احنا ممكن نستخدم ده كان عندنا في الزرة بتاع البيت نفسه بنجيب الاسلوش ده ونقوم عمين ان احنا نعمل زي حفرز غيرها في التربة نفسها نخط الكلام ده وبعد كده بعديها بنسقيها مرة واحدة في الاسبوع إنه ما زين المادة هذة من مين يبهى؟ هي مبدأها موجودة في البمبرز ورس كي السيناريو ثانية حاجة موجودة في المحلات في الاماكن اللي يا فيها حكذا الغوردن حكذا الزرع يعني محلات اللي تبيع مؤدات الزراعة موجودة أمل يبدأ تنتشر دلوقتي يعني الكتل الأول مكتش موجودة بس الدلاتي بدأت تنتشر أصلا أمل نحن نشوفها في المحلات اللي بيعون زرع يعني مكتوب ملاحظة مشاهدنا أن مرة يعني عملية ري مرة واحدة في الاسبوع أو مرتين في الاسبوع يعني بسبب وجود بسبب موجود الابزوربان باودر ده الابزوربان باودر ده بيفضل ممتص المياه لما زرع نفس الروتس بتعتق المياه ده فهو بيعرف بيلاقي المكان أن هو يلاقي منهم مياه جميل فبالتالي الزرع نفسه بيلاقي دايما ميا موجودة نعم فانت ممكن حتى كمان الأطفال الصوارين تديهم كوباية زي كده ملونة أوكي أي حاجة يبتدي يحطوا التربا ويبتدي يحطوا السيدز كمان تديهم أي نوع من أنواع السيد نفسه نعم نعم وفي الآخر هو ممكن يعمل زي تجربة أو نفسه أنه هو هيزرع الزرع بتاعته باستخدام التربة اللي يبقى الآن يسمى أبزوربن باودر أبزوربن سويل يستخدم الموئ السيدز وفي الآخر يعمل حاجة شبه كده يا سلام فهو بالتالي عندما داهي هيكبر شوية هيتلاقي فيه زرع فهيبقى شرع شعر بالضبط كده فالتالي هو يحب التجربة صحيح يحب الأطفال بالزراعة كذلك يعني الاهتمام بالبيئة والزراعة وكيف أنه ممكن حيث عن البوادر زي دايه بقى مهم ومفيد وكمان هيشوف اللي نواهاها دايماً هيفضل إيس إي البروجيكت تاعه من أسبوع للتالي فهيشوف قدي بيكبر بسرعة نشوف التجربة الثانية شو عدنا هناك التجربة التانية أوكي تجربة التانية الحاجة التانية اللي على كوبل حولك دلقتي حاجة اسماه سيفون رفكت أنا دلقتي عندي كما ترى 2 بيكر هذه هذه الزرعة نباتة بحطها في الستيديو بزبط هذا دعنا نشيل الكلام التجربة الثانية كما ترى لدينا اثنين الاثنين ماء شفاف لو انا حطيت ده فوت كالورينجا مزبوط كده حطه في واحد اوكي لو انت زي ما انت شايف واحد بس هو اللونه لو انت بصيت برضو كمان على الحجم نعم هنا في قد حوالي 700 يعني نفس تقريبا الحجم نعم بالضبط ما بين 650 و 650 نعم طب تفتكر اني واحد فيه اكتر شايف اللونه طبعا العملية الضغطة توقع ضغط لما انا برفع ايلي دي تزيد الكمية فيه الماء بتتنقل من هنا الهين لغاية لما هما الاثنين لو انا وقفت كده لازم تلاقي الليكود شايف هما الاثنين مع بعض نعم نزلت تحت الليكود اطلع يا سلام طبعا نشوف الكاميرا كده لازم الليفل بتاع الليكود نفسه نفس المستوى لازم يبعد بعض لو نزلت تحت شوية تلاقي ده بيتحرك نعم فده بيستخدموه في المصانع حيث نوعي بعمل تنك فوق تنك ده دايما هيوصل لمرحلة بتاعة الليفل بتاع التنك نعم ده بنسميه هيسمى وده بيشتغل بحاجة اسمه الجرافتي علشان المستوى نفسه لما انا برفع كده نعم ده نفسه بيجيله بيبعده طاقة اعلى شوية ليه بسبب ان انت بترفعه فهو الـ نفسها المعادة نفسها رو جي اتش فيه الـ function في الجرافتي نفسها في الجاذبية الـ role هو الـ density نفسها الجاذبية والضغط صحيح ما هو هذا الجاذبية مع الكسافة بتاعت الحاجة الاثنين دول ما بتدربوا مع بعض مع الـ edge اللي هي الـ height اللي هو الارتفاع ده بيديك الضغط جميل التلاتة في بعض ما بتدربوا مع بعض فانتر ما بترفع ديه تبتدي تحسابها لازم يساوي بعض علشان فيه ده بنسميه المغلق نعم او النظام مغلق نزيل اذا غيرنا المواد منشوف نفس النتيجة طبعاً يعني اذا غيرنا الزجاج هذا او البلاستيك هذا مثلاً بموادة ثانية الزجاج نفسه ما ده كونتينر انا بالنسبالي لو في المصنع برضو مش ازاز في المصنع نفسه لو في كونتينر كبيرة ستيل حتى الـ الليكويد فانتخيل لو احنا المرة الجاية ان شاء الله انا اجيب لكم غاز احنا لو عملنا بالغاز هتعمل برضو اي حاجة فلويد فلويد اي حاجة بتتحرك فالغاز بتتحرك الليكويد بتتحرك فلويد جميل حلو يعني اسبوع اليان ان شاء الله ها اجيب لك بتاعة الكربون الليكويد ان الكربون داكسايد ان الكربون داكسايد ينفع يتعمل لصائق من برضو نعم جميل شكراً لك أستاذ كريم اكيد على هذه التجارب الجميلة اليوم يعطيك الفعافية وما قصرت اذا مشاهدينا طبعاً كل الشكر والتقدير لأستاذ كريم عاطف على هذه التجارب الجميلة لهذا اليوم مشاهدينا الى هنا وصلنا لختام رحلة صباح الشريقة لهذا اليوم اتمنىكم استهدتوا واستمتعتوا برفقاتنا نلقاكم ان شاء الله غداً في مشوار ورحلة جديدة تقبلوا تحياتي وتحية الطاقم العمل الى اللقاء مشاهدينا نشوفكم باتر ان شاء الله في حلقة يديدة وموضع يديدة وفمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة